بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلي الطيبين الطاهرين أخذنا بالدروس السابقة كيفية استخدام قانون مقياس الرسم وقانون البعد على الخارطة اليوم نستخدم قانون البعد الحقيقي أطلنا مثال الدرس السابق قيس البعد بين مغدال و كاركوك على خارطة بسمة مقياس إذن هذا لدينا مقياس الرسم 1 على 4 ملايين ومص نستخدم قانون البعد الحقيقي أول خطرة بالحل نكتب قانون البعد الحقيقي الذي هو أساس الحل وعند طريقة يكمل الحل البعد الحقيقي سامن البعد على الخارطة في مقلوب مقياس الرسم هكو طالب يقول السابق لنا قانون البعد الحقيقي لأنه هو بسهر وعند طموع البعد الحقيقي أكتب يساوي جوان يساوي حتى أكتب بالحل أول شي بالقانون مكتوب البعد على الخارطة لنزل البعد على الخارطة الي هو بالسانتي متر خمسة سانتي متر من قانون مكتوب فيه أكتب له فيه مقلوب مقياس الرسم يعني نشيل الواحد ويبقى 4 ملايين ومص ننزل بسهر 4 ملايين ومص جيد أول خطوة ما زال قد صفارة من جيت اليمين قبل أن نزلها بالنافج هندي هنا خمسة صفارة 1 2 3 4 5 ننزلين بالنافج أول خطوة حتى يسهل عملية الضرب 1 2 3 4 5 وعلى الخطوة الثانية سوف أضرب الخمسة بلاحة وبلاعشرات خمسة خمسة وخمسة خمسة فيها 24 و 22 22 سانتي متر حتى ينتهي بالنزل النزل ومصر بسانتي متر فالتحول من الوقت الحقيقي بسانتي متر مقسم على 100 ألو بسانتي متر حتى يتحول الوقت الحقيقي واحد ويا خمس صفار عدنا هاي الخمس صفار واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة رح نختصرها وياها الصفار واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة السنتيمتر نختصرها ويا السنتيمتر بقى الـ 225 تقسيم واحد 225 كيلو متر البعد الحقيقي وينتهي الحل ناخذ السال رابع تمارين خمسة ثلاثة رسمت خارطة لمنطقة ماء بمقياس واحد على الف على مقياس رسم وقيسة البعد بين البيتين احنا لدينا بين البيتين مو بين مدينتين رح نقيسة بالمتر فوجده انه يساوي اربعة سنتيمتر سنتيمتر البعد خارطة فما البعد الحقيقي اذا نريد مني يقانون البعد الحقيقي بين البيتين اول خطرة بالحل ابتبقى من البعد الحقيقي البعد الحقيقي يساني البعد على الخارطة في مقلوب مقياس الرسم اكتب يساوي جو وليساوي حتى ترتب الحل اول شيء بالقانون مكتوب لي اكتب لي البعد على الخارطة اذا اجيب اليويا سنتيمتر اللي هو اربعة سنتيمتر مكتوب القانون فيه اكتب لي فيه مقلوب مقياس الرسم احنا قلنا المقلوب راح نشيل بس الواحد راح يبقى عدنا شقاة ألف راح اضرب احنا قلنا الصفارة من جيت اليمين قبل ننزلها بالناتج حتى يسل بحل اكتب يساوي جو وليساوي اش كم صفر عدي؟ واحد اثنين ثلاث اربعة في واحد اربعة اذا اربعة تلاف سنتيمتر احنا قلنا البعد الحقيقي لازم تتيب الكيلومتر فرح قسمه على مئة سنتيمتر الجسطالي يقول ساد اش ما قسمنا على مئة ألف سنتيمتر احنا قلنا الكيلومتر هو البعد بين بيديناتين بس اننا ما زائدنا بيتين راح يصير البعد بين انتا فرح نستخدم مئة سنتيمتر وصف رح أسمي قسمنا ابني أولا تخلص واحد ثلاث ثلاث سنتيمتر انه هذا سنتيمتر لانها ترجمة نانسي قنقر